دكتور ميلاد حنة والدكتور ميشيل بخوم رحمة الله على الجميع دول الناس اللي خططوا وهندسوا ورسموا ما نعرفه الآن بحي المهندسين كان زمان اسمه مدينة المهندسين فديهم الفضل في ذلك يعني أرجعك على الدكتور ميلاد حنة الدكتور ميلاد حنة كان من الناس اللي مهمومة جداً وبتفكر بعمق شديد وباهتمام حقيقي وأصيل في المعضلات المصرية اللي بدأت تظهر للأسف في فترة السبعينيات ويمكن كان فيه حدث للأسف كان سايق وقتها اللي هو أحداث الزاوية الحامرة وبعدها كتب الدكتور ميلاد الأعمدة السبعة وكتب قبول الآخر قبول الآخر ده كتاب مهم أوي اللي هو كان اسمه فكر واقتناع وممارسة لو أنا متذكر مظبوط ده العنوان الفرعي بسواء قبول الآخر أو قبول الآخر أنا من الناس طبعاً اللي بتختلف مع كلمة الآخر يمكن دي كانت من مناقشات اللي أنا كنت بكلمت فيها مرة مع دكتور ميلاد الله يرحمه على مسألة وليه نعتبر أنه هناك آخر ليه مش الكل واحد ليه كل واحد فينا يعتبر أنه التاني هو الآخر أنا الآخر بتاع المسيحي والمسيحي يعتبرني أنا آخر وما إلى ذلك طيب أنا بقول الكلام ده ليه أنا بقول الكلام ده لأنه أنا يمكن عندي شكل من أشكال اليقين أنه تدريس ولو مقاطع منتقى بعناية ومختارة بمنتهى الاهتمام من الكتابين دول للطلبة والطالبات بتوع المراحل السنوي والإعدادي بالمناسبة يعني تحديداً الأعمدة السبعة ده تقدر تدرسه للولاد في إعدادي وفي سنوي بمنتهى السهولة واليسر كتاب سهل جداً وبسيط جداً ما فيهوش أي تعقيد لغته شديدة السلاسة مفيد للناس اللي يمكن ما عندهاش خلفيات تاريخية شديدة ولا قوية فمهم أنك أنت حقيقي يعني أنا أشجع جداً وزارة التربية والتعليم بل أدعوهم بل أناشدهم بل أرجوهم وأأمل أن هذه المناشدة يعني تلقى حيز من التنفيذ الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الدكتور ميلاد حنة تتخذ منه بعض المقاطع وتدرس للطلبة أو التلامزة والتلميذات في المراحل الإعدادية والسنوية قبول الآخر ده ده الرسول الولاد في تانية أو تالتة سنوي ولو جزء منه ولو قطعة ولو أي حاجة يعني اختار الأسدزة الكبار اللي مسؤولين عن كتابة وصياغة المناهج هيبقى مهمة جداً بص على المنفعة في ده أنا عايز أروح لك كمان على مطش الأهلي بس أقولك بص على المنفعة لما تعود الولاد أن هما يقروا ويفهموا ويتزوقوا ويتقبلوا ويتناقشوا في أفكار كاتب زي دكتور ميلاد حنة اللي أنا هنا مضطرة أقولك ما بينقصين المسيحي ليه؟ عشان يتعود على كده عشان يفهم ده ده جزء من اللي نقدر نسميه إعادة البناء الفكري قبول الآخر ده هيبقى مهمة في سنوية الأعمدة السبعة إعدادي وسنوي أرجوكم في الوزارة أرجوكم فكروا في القصة كويس